موسيقى موسيقى من قبل أن القطاع كان تقريباً يعيش في غرفة الأنعاش كان مهدد أنه يبقى في غرفة الإنعاش لسنوات أبدأ بداية استرجاع العافية جداً والذي يقع اليوم في مجموعة من الدول والتي وعودة أن توري السرية ما قلت عنها كان أمامنا جميع الاختيارات إما أن تنتظروا فتح الأجواء وعودة النشاط الاقتصادي ونرى ما سيقع الارض ونحن في حز الأزمة ونحن ما عارفين لمستقبل كيف سيكون نديره اختيار ونرهنه كذلك على هذا القطاع من خلال التدخل العاجل للإخراج ديالهم من غرفة الإنعاش وهذه هما المزيون اللي تكلمت عليهم قبيلا بلا من تكلم عليهم ديال ألفين درهم ديال يعني ليلا سينساس تأجيل ديال أجال تسديد القروض عفين المؤسسات من واجبات لانخيارات الصندوق الوطني للضمن الاجتماعي عفين أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية وديك 737 مؤسسة اللي استفدت من المليار ديال يعني بش يصلحوا لزوطي ديالهم قبل ما يفتحوا بعد ما تشونا مع المهنيين خرجنا خارطة طريق ودب هذا تجاه جديد نحن خرج من الأزمة نحن لسنا في يعني استراتيجيات قبرى لغاية الدين السنوات نحن خرج من الأزمة والبلاد تقف على رجلها ونزيد الأمام واحد العدد للأمور تكلمنا على خارطة الطريق التعليم تكلمنا على خارطة الطريق اليوم السياحة كانت تكلموا على خارطة الطريق ستدير نحن في التطبيق وفي التنزيل العمل الحكومي وفي البرامج التي يأتي بها الحكومة يعني معها في هذا الكنفيونس اللي عندها من عند المواطنين هذا خارطة الطريق على وبعد يل السنوات مبلغ إجمالي وصل ستفاصيلة واحد مليارد يل الدهم قلنا غا نستقطبوا سبعتاش المليون ونص سائح في ألفين وستو عشرين في أخير ألفين وستو عشرين ونخلقوا مئتين ألف فرصة شغل ونحاولوا نوصلوا لـ 120 مليارد يل الدهم كعيدات من العملة الصعبة